السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي أدلة برأتك من النفاق في الحديث اللي رواهه الترمزي بإسناد حسن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله أربعين يوما في جماعة وده المقصود بها الرجال في المسجد أما المرأة تصلي في البيت لها نفس الأجر من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار طب ما وفقتش أن انت تحافظ على صلاة الجماعة أربعين يوم خمس صلوات تيجي بقى الفرصة التانية كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبهم فبالمحافظة على صلاة الفجر وصلاة العشاء نفوز ببراءة من النفاق بفضل الله سبحانه وتعالى